ايمان البحر درويش مطرب المصري الاصيل العظيم مطرب وموسيقي واسمه مهم في تاريخ الغناء العربي الحقيقة النهاردة الصبح صحيحنا على صورة صعبة جدا لإيمان البحر الدرويش فنان المصري العظيم الجميل انا شخصان مش هزيع ايوة انا مش هزيع الصور رغم ان امنية ربنا يطمنك على بابا يا امنية رب رغم ان امنية حطت الصورة على صفحتها بس انا مش هزيعها وصورة كانت صدمة ناس كانت بتسأل إيمان البحر الدرويش فين وكان الاجابة واضحة من بنته في البست اللي هي حطته وقالت انا مش عايزة كلام كتير مش عايزة حد يتكلم انا بس كل اللي انا عايزة الدعاء كلنا بندعي لك يا ايمان تقوم بألف سلامة وربنا يشفيك ويعفيك يا رب لانه زي ما بقول حضرتكم ايمان البحر الدرويش صوت مهم في تاريخ الغناء المصري وطبعا ادى ادوار كتيرة سواء بنكلام على الدراما او على السينما فبقى طالب من كل الناس انها تدعي لإيمان البحر الدرويش يقوم بألف سلامة يا رب العالمين لانه الحقيقة برضو إيمان مر بظروف نفسية صعبة بسبب حدثة ابنه حبيبي لانه كمان سبحان الله بالتزامن ده يعني النهاردة مع نشر السورة محكمة جنيات اسكندرية الحقيقة كان في حدثة وحضرتكم تابعتوها طبعا دي ابن ايمان اسلام ابن ايمان ونهاردة كان الحكم ثلاث سنين لنجل الفنان ايمان البحر الدرويش وتغريمه خمسين الف جنيه ويا رب هو كمان كده يعني مسألة صعبة جدا يعني الاتنين مع بعض بس بنتمنى اشفاء العاجل لإيمان البحر الدرويش المناسبة أنا لازم اشكر الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية أنا ومعرفش ليه كنت متأكدة إن الشركة المتحدة هتعمل كده إن هي اللي حتى تواصل مع إيمان البحر الدرويش وإن هي اللي حتى تكفل بالعلاج للفنان الكبير العظيم إيمان البحر الدرويش وده تقديرا لموهبته ومشواره الفني المتميز والمميز الجميل جدا جدا أنا بشكر حقيقة الشركة المتحدة لهذا التعامل السريع لأنه ليه حقول لحضراتكو أنا كنت متأكدة إنها تعمل كده لأنه ما سبق للمتحدة يخليك تفكر على طول إن هي حتتصرف هذا التصرف السريع النقابة أستفى كامل طلع بيان ترجمة نانسي قنقر